نروح ليه أنتوان جريزمان الأول نروح لأرقامه عشان واخد أحسن لعب في هذه المواجهة النهاردة وبعد كده أتكلمكم عنه شوية لعب تسعين ديه النهاردة المبارب الكامل صنع أربع فرص ومرر واحد وعشرين تمريره صحيحة من أصل ستة وعشرين تدخلات الدفاعية كانت تمانية تدخلات ناجحة نقف قليلا صمتا وفخرا إلى أنتوان جريزمان ليه بقى جريزمان هو واحد من أفضل لعاب المنديال على الإطلاق ولو كنت بقول إن مرابط يستحق أفضل لاعب في هذه البطولة فهيستحقها مناسبة مع أنتوان جريزمان هتقول ليه ميسيون بابيه هقولك هم كده كده لاتنين خلقين وواحد فيهم اللي هيخدها بس الأدوار اللي عملها جريزمان في هذه البطولة تتحطي في تاريخه جريزمان كان أفضل لاعب في المنتخب الفرنسيي في يورو 2016 جريزمان كان واحد من أهم اللعبين اللي خلوا فرنسا تاخد المنديال في 2018 بس نسخة جريزمان 2022 مع المنتخب الفرنسي هي أفضل نسخة على الإطلاق لجريزمان مع المنتخب الفرنسي ليه؟ جريزمان ضح ووافق طوعية أنه يضحي بالوجاهة الهجومية صناعة الأهداف والتسجيل والجمال وأنه يبقى أحد من هدفين المنديال عشان أدوار دفاعية رائعة النهاردة فاكتر بن كورة للمنتخب المغربي هو جوه منطقة الجزاء وده في المباراة السابقة حصل برضو هو اللي بيعمل الربط العظيم جداً بين لعب الوسط والمهاجمين بشكل رائع جداً بيقطع كرات بيسلم الكرات بيبني اللعب بيعمل كل حاجة في الملعب وطبيعي هتقول لي لو كان يمبيه مش مع المنتخب الفرنسي فالمنتخب الفرنسي هيتأثر جداً أنا أقولك أو رأيي يعني أن جريزمان لو مش في المنتخب الفرنسي أو ما بلعبش مع المنتخب الفرنسي في هذه البطولة كان المنتخب الفرنسي خسر من بدري هو بيعمل كل حاجة كل حاجة وعجبني قوي لاختيار بتاعه النهاردة أنه يبقى أفضل لعب في هذه المباراة وبالمناسبة لو كان يمبيه كان كسب أو سوري لو كان سجل هدف النهاردة كان هياخدوا أفضل لعب في المباراة هما للناس اللي بتختار في الفيفا دايماً إيه بياخدوا النجم أو أبرز نجم يعني بس جريزمان النهاردة يستحق هذه الجائزة عن كل استحقاق وجدارها رائع يعني رائع